بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بركاته أعزائي المشتركين المشاهدين تحيي طيب بعد أخوكم جمال بافار يحييكم في مقطع جديد مقاطع تعلمها الأخ حميد محمد يسأل أخوي عادي يحل السبلت بدون تشغيل الكهرباء طبعا اللي يقصد الأخ حميد أنه عنده وحدة تكيف زين هذه الداخلية وهذه الخارجية بغض النظر كانت فوق أو تحت يقول فيها غاز زين أنا أبغى أفك الوحدة هذه أنقلها فعنده غاز مثل ما قلت في الوحدة هذه في النظام كامل ويبغي يفك الوحدة هذه بدون ما يسترجع الغاز يعني بدون ما يرجع الغاز بدون ما يحبس الغاز أو بدون ما يشغل النظام كامل وبالتالي يرح يسترجع الغاز عن طريق حبسه في الوحدة الداخلية فيقول هل من الممكن فك الوحدة هذه بدون استرجاع للغاز وعدم خسارة الغاز الإجابة لا لأن أنت إذا ما استرجعت الغاز أو ما شغلت الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية ما اشتغلوا معاك لاسترجاع الغاز بعملية السحب رح يكون هنا في غاز رح يكون في غاز ورح يكون في المواسير غاز من زين وبالتالي أنت ممكن رح تفقد حدود يا أنك تفقد ربع الكمية أو ممكن تفقد نصف الكمية لازم تشغل الوحدة الخارجية وأيضا الوحدة الداخلية لاسترجاع الغاز وبالتالي رح ترجع الغاز كله داخل النظام أو الوحدة الخارجية ومنها تقدر تفصل المواسير وتنقل الوحدة أو الجهاز مكان اللي تريده إذن لا يمكن خسارة الغاز أو فقدان الغاز دون استرجاع الغاز للنظام أو دون تشغيل الوحدة أو النظام بالكامل أرجو من الله العليل العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من التعلم مع الجمال طبعا إذا حد عنده رأي ثاني ممكن يفيدنا يعني نزل نشوفكم على خير إن شاء الله